موسيقى السلام عليكم في الفيديو اللي فات بدأنا كلامنا عن وقلنا ان مفهوم الفونكشنز بلا منازع هو المفهوم الاهم في كل المادرن برانشز بتاعة الماثماتيكس على الاقل من وجهة نظر الكاتب وبعد كده دينا نبزة سريعة عن نشأة الفونكشنز حولنا فيها ندعم وجهة نظر الكاتب دي وبعد كده دينا تعريف سريع ومؤقت كده مش دقيق قوي لحد ان شاء الله ما ربنا يسهلها ونلاقي تعريف رسمي اكثر دقة لمفهوم الفونكشنز وفي اطار التعريف ده قلنا ان الفونكشن عبارة عن جادول او ممكن نعتبرها على اساس انها جادول الجادول دا بيتم فيه تعيين رقم من الريل نامبرز لكل رقم من مجموعة ارقام موجودة عندي بشكل ما لسبب ما وبصراحة التشبيه ده والتعريف ده لو انت مكنتش مستعب قوي او لخبطك شوية فما فيش حد يقدر لولومك ده حاجة طبيعية لان التعريف بصراحة مبهم محتاج شوية توضيح محتاج شوية امثلة علشان نفهم التعريف ده عايز يقول لنا وهو ده ان شاء الله هنعمله في الفيديو ده قبل ما اشتغل على الامثلة وهما تحديدا مثالين ام عايز اوضح حاجة الامثلة دي قيمتها ماثماتيكلي من الناحية الرياضية وليلة جدا ويمكن شبه معدوبة ام طب بناخدهم ليه؟ بناخدهم لان ام الامثلة دي برغم بسطتها وسطحيتها فهي اي حد ممكن يستوعبها وبالتالي تحقق لي الغرض اللي انا عايزه من الفيديو ده طيب هو ايه الغرض بقى اللي انا عايزه من الفيديو ده ده انك تفهم التركيب بتاع الفانشن الستركشور والاناتومي بتاع الفانشن انا مش مايهمنيش دلوقتي انك تعرف تشتغل موضوع الشغل على الفانشن سهل هيجي مع الامثلة اللي هنشغل عليها ان شاء الله بداية من الفيديو اللي جاي لكن اللي يهمني في الفيديو ده انك تستوعب الستركشور والتركيب العام بتاع الفانشن طيب اول مسألة عندنا بيقول ان احنا عندنا عايزين نعمل машين او عايزين نعمل تول او حاجة او فانكشن. الفانكشن دي او الماشين دي بيت دخل لها اسم الشخص. تطلع لي اسم الام. طيب لو افترضنا ان الاشخاص اللي عندنا لها يخشوا في الفانكشن دي موجودين في المجموعة دي. وهنسمي المجموعة دي مجموعة. طيب مين الاشخاص اللي هيخشوا? احنا في المثال بتاعنا عايزين الاشخاص اللي موجودة في البشرية كلها. كل الهاتف. من اول سيدنا ادم لحد اي حد بيتولد دلوقتي. طيب بما انها مجموعة البشرية فسمينا المجموعة دي مجموعة ودناهم رمز تاني على اساس انهم ده اللي هيخش اللي هو طيب وكل علامة من دول او كل نقطة من دول بتمثل شخص من الاشخاص الموجودة في البشرية دي. طبعا ده للتبسيط. البشرية اكبر من كده بكتير. طيب ده الانبوت. الانبوت تاع الفونشن هو ايه? الانبوت هو الام. طب ما هي الام برضو بتنتمي لمجموعة البشرية. وبالتالي برضو هتقبقى في مجموعة الهيومنز. ومجموعة الهيومنز اللي لها نفس العدد بتاع مجموعة الهيومنز اللي هنا. وهنسمي الجزء ده وهنحط ديله العلامة ام للموترز. طيب هنقول مسلا ان خلينا حتى نغير اللون. هنقول مسلا ان الشخص ده دي امه. والشخص ده دي امه. معنى كده ان الشخصين دول اخوات. الام دي عندها الابنين دول او الابناء دول. والشخص ده برضو يعني مع الام دي. والشخص ده ام دي امه. والشخصين دول او الاتنين دول دول امهم. واضح جدا ان الاشخاص اللي بتشترك في ام واحدة دول اخوات. طيب. تعال بقى بص على ديجرام ده ونشوف بيقول نعي. اول حاجة هنلاحظها ان كل نقطة موجودة في الانبوت طلع منها خط. وده منطقي. لان اي حد موجود في البشرية لازم يكون له ام. طبعا فيه السسناء للقاعدة دي هنجيله بعد شوية. الناحية التانية في في الاوتبوت من ناحية الامهات. واضح ان مش كل الامهات داخل فيهم خطوط. وبالتالي او يعني مش كل الحاجات اللي موجودة في الاوتبوت داخل فيهم خطوط. وده برضو منطقي. لان مجموعة البشرية ما تنفعش يتوبها كلها امهات. مبدئيا كده الذكور برا اللعبة دي. الذكور ما ينفعش يبقوا امهات. الامهات اللي لم تنجب لاي سبب او سوري السيدات او الاناث اللي لم تنجب لاي سبب ما ينفعش يبقوا امهات برضو ما ينفعش يبقوا داخلين في اطار المجموعة اللي ينفع يبقى لها ابناء. وبالتالي واضح كده ان في الاوتبوت في مجموعة اصغر هي اللي تنفع تبقى امهات. طيب. وده قدنا للخاصية الاهم في كل الفونكشن. الفونكشن يخش فيها يخرج وما ينفعش يبقى له اكتر من بمعنى الشخص ده دي امه. ما ينفعش يقول ان الشخص ده دي امه ودي كمان امه. ما فيش حاجة في الدنيا كده. المثال ده مثال واضح جدا لخاصية من اهم خصائص الفونكشن. ان الفونكشن يخش لها يخرج واحد فقط. العكس مش صحيح. ممكن اكتر من انبوت يشتركوا في اوتبوت. زي مسلا الاتنين دول اخوات. لهم ام واحدة. ده عاجل ده ما فيهوش مشكلة. طيب. نرجع بقى للاستثناء. في الانبوت احنا قلنا ان كل واحد من الانبوت دول لازم يطلع له اوتبوت. لكن احنا عارفين ان مجموعة البشرية فيها استثنائين ما ينفعش الفونكشن دي تشتغل عليهم. سيدنا ادم وسيدتنا حواء. ما الهمشي. ما الهمشي امهات. طيب هنعمل فيه ام ايم. خلي الموضوع على جنب شوية. هنرجع له بعد دي. خلينا نبطينا نحط شوية مسميات. كل قيمة في الانبوت كل قيمة او كل واحد من الاشخاص دول اللي الفونكشن ينفع تشتغل عليه بنسميه ارجمت. ده ارجمت وده ارجمت وده ارجمت وده ارجمت وده ارجمت وهكده. كل قيمة او كل ممبر من الاوتبوت اللي طالع في الاوتبوت بنسميه فاليو. يبقى الفونكشن يخش الارجمت يطلع منها فاليو. المجموعة كلها اللي الفونكشن تنفع تشتغل عليها بنسميها. المجموعة كلها اللي بينتامي ليها كل افراد الاوتبوت بنسميها الكو دومين. مجموعة القيم المتاحة او اللي ينفع توبة في الاوتبوت اسمها احنا قلنا ان الامهات من مجموعة البشرية فالبشرية هي الكو دومين. لكن مش كل البشرية تنفع توبة امهات وبالتالي مجموعة بس الامهات من البشرية بنسميهم طيب. قبل ما سيب الحيطة دي عايز اقول اه ملحوظة غيره. حكاية الكو دومين دي نادرا ما هذكرها ان شاء الله في يعني مشان اتكلم كتير في الكورس ده عن الكو دومين. طيب. انا ليه قلتها هنا انا قلتها هنا لان. لو شفتها في مصدر تاني او لقيت حد بيتكلم عن الرينج والكو دومين تبقى عارف الفرق بينهم. لكن بصراحة الكلام عن الكو دومين محتاج ان احنا كلام على موضوع شوية. يعني محتاج حتى بتاعت الفونكشنز تبقى مختلفة عن النوتيشن اللي احنا هنبتدي ان شاء الله نشوفها من بداية الفيديو اللي ايه. فموضوع الكو دومين ده ما يهمناش قوي في الكورس انا بس زي ما قلت لك حبيتها اوضحولك علشان لو بتشتغل من المصدر تاني او شفت في فيديو تاني حد بقول لك كو دومين ورينج تبقى عارف الفرق بينهم. احنا دايما هنشغل في الكورس بتاعنا على الرينج في اغلب الوقت. طيب. نرجع بقى لحطة الاساسنات. انا بقول لك ان كل ميمبر في الدومين لازم يطلع له اوتوت. طيب انا عارف ان في اتنين من البشرية اللي انا قلت ان هي الدومين بتاعي ما هو البشرية هي دومين بتاعي. بس انا عارف ان فيهم اتنين ما ينفعش يبقوا لهم امهات. طب اعمل ايه? الفونكشن فليكسبل. الفونكشن مارينة. الفونكشن ات بتعرفها بالطريقة اللي انت عايزها. وبالتالي انت ممكن تستسني من المجموعة بتاعة البشرية الشخصين دول اللي هما زيدنا ادم وستين احواء. تستسنيهم من الدومين. ما بتدخلهمش في الدومين. طب ازاي تستسنيهم? تعال بقى نشوف خفيفة الانتوشن دي مش رسمي. بس يعني ايه حاجة كده برضو نمشي بيها الحال لغاية ما نشوف حاجة ثانية. لو انا حبيت امثل اه اه الفونكشن اللي قدامي دي في هقول ان انا عندي اللي هو ادخله يطلع لي اللي هي حيث ان او بشرط ان ال لا تساوي حتى نكتبها بالعربي سيدنا ادم وستين احواء. ينفع الكلام ده? ينفع ونص. دي فونكشن زي الفل. وبالتالي انت ممكن تستسني من الدومين كل القيم اللي انت عارف اني مش هتشتغل معاك. يعني احنا عارفين ان سيدنا ادم وستين حواء مش هطلعوا لي اوتهم. مش هطلع لهم امهات. وبالتالي انت مش بس ينفع لأ ده انت لازم تقول في المسال بتاعك في بتاع بتاعتك لو انت دي لازم تقول ان سيدنا ادم وستين حواء ما ينفعش يبقوا في الفونكشن. عارف زي ايه? زي مسلا ايه حد بيعمل مكنة المكنة بتدخل لها قطن بتطلع لك النحة تانية قماشة. اللي بيصنع دي دي من بيقول لك ان المكنة دي ينفع يخش فيها جميع انواع الماتيريال زي مثلا قطنو وصوف ومش عاليف وبالكلام جastes بس ما ننفعش يخش فيها حرير وبالتالي انت ممكن تدخل فيها لانت اعيسها بتطلع لك نحة تانية قماشة. ولكن لو دخلت في حرير مش هتطلع لك قماشة. بالعكس ده ممكن تبوازك المشين وبالتالي الشخص اللي يصنع الماشين ملزم ان يكتب في النوتس بتاعتها او في الاستيكر بتاعها او في المانول بتاعها في مكان اما لازم يعرفك ان المكناة دي ما بتشتغالش في الحرير وبالتالي انت ملزم انك ما تدخلش في المكناة دي حرير نفس النظام هنا انا عارف وانا بتزعيل عارف ان سيدينا ادم وسيديتنا حواء ما لهمش امهات وبالتالي ما ενفعograph اصلا يبقوا في الدومين بتاع فنكشن وبالتالي انا ممكن احط اللي انا عايزه في الدومين بس لازم استسني منهم القيم اللي انا عارف انها ما بتشغلش في الدومين. انا مجبر على كده. طيب ده كان المسال الاولاني. الغرض الاساسي منه انا اقول لك اللي انت شايف قدامك ده. ان انا عندي بيخش لها يطلع منها كل بيكونوا لي حاجة كبيرة اسمها الدومين. الدومين هو كل اللي تنفع تشتغل عليها. انا حتاني عندي حاجة اسمها اللي هي المجموعة الكبيرة اللي كل بينتمي لها. لكن مش شرط انها كلها تبقى مستغلة. القيم بس اللي ينفع تطلع في تحديده. طبعا ده بيختلف من بنسميها هو المفهوم او هو جزء اللي هنشتغل فيه ان شاء الله كتير في الامثالات اللي جاية. اه وده تمثيل طبعا بسيط للفونشن. المثال اللي بعده هيديني حاجة كمان في تركيب الفونشن. تعال روح نشوفه. قبل ما نخش في تفاصيل المثال التاني خلينا نكتب النوتشن بتاعة المثال الاول. احنا قلنا ان في المثال الاول البي بتطلع لي ام وان البي لا تساوي سيدنا ادم وستين حواء وده ما يفرقش معي كتير اوي هنا. انا بس حبيت اقول لك النوتشن دي عشان هرجع لها بعد شوية. طيب المثال اللي عندنا المثال التاني اه شبه المثال الاولاني برضو عندنا مجموعة البشرية كلها اللي هي اتش. وفيها بقى اللي هي طبعا دي الاتش واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سيتة فيها مجموعة الافراد اللي في البشرية كلها. ونحة التانية بتطلع لي باقي مش بتطلع لي امهاد. بتطلع لي حاجة تانية. بتطلع لي تحديدا بتطلع لي تحديدا بتطلع لي اعمار الاشخاص دي. عند البي نحة التانية بنطلع طيب. في الحالة دي معروفين لازم تبقى ارقام اكبر من الصفر. دايما لازم تبقى ما ينفعش مفيش حد في الدنيا عمره مفيش حاجة اسمعها كده. فطبعا هنديها الرقم على اساسنا هنمبر وي بوزيتف علشان نقول انها في الارقام البوزيتف. طبعا الارقام البوزيتف ما لنهايي. لكن طبعا معروف ان في حد اقصى يعني ما اعتقدش ان في حد مسافة بشرية تعدى الفين سنة. الله اعلم طبعا بس انا بقول ايه يعني فيه اكيد في اعمار البشر. طيب وبرضو عندي هنا شوية قيم وهكذا. احنا طبعا مش هنخش في تفاصيل الكلام ده احنا قردي نقشنا الكلام ده في المثال الاولاني. اللي انا عايز اقوله هنا ايه بقى ان فيه شرط في الفونكشن دي. الستات معروفين ان هما بيحبوا يخنصروا في اعمارهم. فاحنا هنحقق لهم الامنية دي على الاقل في الفيديو دا وفي المثال دا. فاحنا هنقول ان الفونكشن دي يخش فيها الشخص. اللي هو البي. نشوف الاول لو كان ميل الام دي معناها ميل مش ام الماذر اللي كان في المثال الاولاني. لو كان ميل هتطلع له الايج بتاعه مباشرة. لكن لو كان في ميل. عشان هو بيحبوا يقللوا عمرهم فهنقول ان الايج بتاعهم مقسوم على اتنين. تمام? ايه الاختلاف بين الفونكشن دي والفونكشن دي? الاختلاف ان الفونكشن دي فيها اتنين رولز فيها اتنين كونديشنز. بتختلف السلوك بتاع الفونكشن والبهيفير بتاع الفونكشن بيختلف بناء على الانبوت. الانبوت السم تنوعين. لو كان ذكر يطلع حاجة. ولو كان انثى تشتغل بطريقة تانية وهكزا. وبالتالي اللي عايز كنت عايز اقوله في المثال ده هو هو جزئية دي تحديدا ان الفونكشن مش شرط تبقى رول واحدة. يعني مش هنا الفونكشن بدخل اسم الشخص يطلع اسم الام. انتهى الموضوع لكده. لكن الفونكشن دي دخل اسم الشخص اه. نتعال بقى نشوف الشخص ده ايه? ده ذكر? ولا انتهى وهكزا. وبالتالي الفونكشن ممكن يبقى فيها اكتر من من الشرط اتنين ممكن يبقى تلاتة واربعة وخمسة وستة وعشرة او مية لو عايزة. طالما بتحقق لي الشرط الرئيسي اللي قلناه في في المثال الاولاني ان الفونكشن يخش فيها انبوت يطلع له واحد فقط طالما ما دخلش فيه انبوت طلع لي اه اتنين يبقى الفونكشن دي سليمة. يبقى دي اسمها فونكشن. الحقيقة انت لو دخلت انبوت طلع اكتر من اوتوت ما بقيتش فونكشن اساسي. ممكن تقول عليها ايكواجن تقول عليها اي حاجة هانية لكن ما ينفعش اتقال عليها فونكشن. فالنوطة دي كريتكل جدا في بتاع الفونكشن. طيب. ابلين نختم الفيديو افكرك باللي قلته قبل مبتدي المثالين دول. انا قلتلك ان الامثلة دي القيمة بتاعتهم من ناحية الماثماتيكس. شبه معدوله. والكلام ده اه اعتقد وضح لما اه شرحت المثالين. يعني معتقدش ان لما قعد فانى عمره علشان يقول لانا عملت الفونكشن والناس اللي قبله والناس اللي بعضه ويقعت عمره عشان الفونكشن كان عشان يطلعوا عمار البشر واسماء امهات البشر. اكيد الفونكشن كانت على الاقل بتحاول تعالج مشكلة اعمق من كده شوية. الكلام اللي انا بقولوا هنا في المثالين انا قلتهم دول دول فونكشن. الفونكشن بتنطبق عليهم بشكل واضح. لكن مش هو ده مش هي دي المشكلة العميقة اللي كانوا بيحاولوا يحلوها بالفونكشن. طب هو ايه اللي لغات في المثال ده? هو مش غلط بس هو ايه الخاصة في المثال ده? الخاصة في المثال ده ان الانبوت محدد. يعني ايه كلام ده? ان الانبوت بتاعي هنا كان كل البشرية. هم عدد البشرية كلها كان كام. وبالمناسبة ان انا بعمل المثال ده فعلا خطر في بالي. السؤال ده هو ايه عدد البشر كلهم من اول سيدنا ادم? عملت بسرعة كده على على جوجل وطلع عملتك لك على اول او تاني لينك. الريسيرش ده بيقول ان عدد البشرية كلها حوالي مية وتمانية مليار. طبعا عدد سكان حوالي سبعة مليار. هما بيقولوا ان عدد البشرية كلها من اول سيدنا ادم لحد دلوقتي حوالي مية وتمانية مليار. الله اعلم كلام ده صح او لا? غالبا غلط. بس هنفترض جدلا ان الكلام ده صحيح. وبالتالي اللي عايز اقوله ايه? ان البشرية كلها مهما كبرت عدد البشر. مهما كبر عدد البشر. هم في النهاية عدد محدود. تقدر تحطهم كده في جدول حيب جدول كبير شوية بس مش مشكلة. تقدر طعم الجدول في مية وتمانية مليار بني ادم. وتحط قدامهم القيم بتاعتهم. في الفنكشن ما بتعملش حاجة. انا لو عندي الجدول موجود هروح ابص عليه واطلع اسم ام كل واحد. وخلص الموضوع على كده. اللي بقى بتشتغل عليه وفيه اللعبة بقى هو في الريل نمبرز. هي ايه مشكلة الريل نمبرز? نرجع تاني الاهم نقطة في الريل نمبرز. الريل نمبرز مشكلتها في الانفينيتي. بمعنى ان انا لو قلتلك هنا في البشر. حطني البشر كلهم هعمل لك جدول واقول لك عندك البشر مية وتمانية مليار مليار شخص. مية وتمانية مليار ريكورد. لكن لو قلتلك ان الفنكشن دي بتاعها الارقام من الواحد للتلاتة. انا ما قدرش عمل لك لسة الارقام من الواحد للتلاتة. انا الارقام من الواحد للتلاتة انفينيتي. ما تقدرش تحصر الارقام بين رقمين صغيرين زي الواحد وتلاتة. دي طبيعة الريل نمبرز. الفنكشن بقى بتتعامل مع موضوع. الفنكشن ما بتعالج ليش ما فيش حاجة بتعالج لكن تقدر تتعامل مع الموضوع ده. تقدر تعمل عملية حسابية على اي قيمة بين رقمين في الدومين بتاعك. لو الكلام ده مش واضح قوي ده عادي ما فيش مشكلة. هو ده كلام اللي ان شاء الله هنمتدي نتكلم فيه من الفيديو اللي جاي. شوفك الفيديو اللي جاي ان شاء الله. سلام عليكم.